إلى التوتر بين الصين والتايوان فقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 23 طائرة صينية وثمانية سفن صينية تنفذ أنشطة حول التايوان في الوقت الذي توصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة وضفت الوزارة أن الأنشطة تضمنت اختراق سبع طائرات صينية للخط الأوسط الفاصلي بمديق تايوان والذي يعد في الأوقات العادية بمنزلة حدود غير رسمية بين الجانبين هذا وأكد الجيش الصيني أنه يراقب عملية إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مديق تايوان محذرا من أنه سيرد على أي استفزاز من الجانب الأمريكي وكانت البحرية الأمريكية أكدت أن عبور السفينتين يثبت التزام واشنطن بمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ معنا من واشنطن مرسلنا مجدي أزيجي مجدي مرحبا بك معنا إذن ما هي حدود التصعيد الذي اختارته الولايات المتحدة بهذه الخطوة وأبرز نقاط لتريد أن تسجلها على الصين من خلال بارجتين عسكريتين وربما نشدد على هذا الأمر مجدي إيمان هذا السؤال لافت ونقطة في غاية الأهمية لأنه في البداية كان هناك من يقول أن حدود هذا التصعيد أو حدود هذا الاختبار من قبل واشنطن لبكين تقف عند المستوى السياسي تحديدا الحديث هنا عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي وبعد كل ما أثير حول تلك الزيارة الرنانة في الحقيقة واللافتة للغاية وبالفعل نفذتها وذهبت إلى هناك وتلاها العديد من المشرعين الأمريكيين وحتى السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ذهبوا إلى تايوان في تحدي علني للصين كنا نعتقد أن هذا هو مستوى التحدي أو مستوى التوتر المعلن على الأقل ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ولكن اليوم مرة أخرى جديدة مستوى آخر نذهب هنا إلى المستوى العسكري وإن كان غير مباشر ولكن هاتين سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق تايوان في رسالة مباشرة من واشنطن إلى بكين بأن واشنطن عازمة على ضمان حرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة عالية الاستراتيجية وأنها لن تتخلى عن تايوان وأن منطقة المحيطين الهندي والهدئ هي منطقة عمليات للجيش الأمريكي وبحسب بيان البحرية الأمريكية إيمان بأن هذا السلوك وهذه التمريرات وهذا العبور والمرور يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم يتعرض لهاتين السفينتين الحربيتين أي جهة أو أي أحدنا في إشارة للصين طبعا وأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على المضيق قدما في مثل هذه العمليات ومثل هذا التسير وبالتالي التصايد كبير جدا والتوتر حادث وحاصل على مستويات عدة ويبدو أن واشنطن عازمة على تأدية كل التزاماتها تجاه تايوان ولن تتخلى عنها بشكل سهل أبدا إيمان نعم شكرا جزيلا لك مجدي يازجي مرسلنا من واشنطن